أكد علماء أن استخدام البيانات الكبيرة في أوضاع تدخم وتزايد أعداد السكان في المدن إلى جانب ثورة التطور التكنولوجي قد يؤدي إلى تحسين البنية التحتية المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقريب تقلص المساحات السكانية بسبب ثورة نمو الشائكة والتزايد المستمر في عدد السكان يعتبران من بين أكبر تحديات أي مدينة حول العالم لكن علماء في الولايات المتحدة عكفوا على نظرية حديثة قد تساعدهم في تحسين الوضع وهي أن البيانات الكبيرة يمكنها المساهمة الفعالة في حل المشكلة والعمل على تقديم حل يشمل المعلومات التي تجمعها الهواتف الذكية وكذلك الكاميرات والأجهزة الأخرى المتصلة بالإنترنت اليوم في أي من مدن العالم يوجد كثير من البيانات وبالتحديد عندما نمتلك هاتفا خليويا نقوم من خلاله بتوليد البيانات إلى جانب الكاميرات في المدن والتي بدورها تقوم بتوليدها أيضا فما يمكننا العمل عليه هو فهم تلك البيانات ومعرفة المميزات التي يمكن أن نحصل عليها من خلالها وإعادة استخدامها لدعم المدن ولهذا السبب عكف الباحثون على تطوير تريد بيديا الذي يستخدم الصور المتاحة على برنامج جوجل ستريت بيو كما قاموا بدمج هذه الصور مع تقنيات حاسوبية متعددة يمكن تجاهل أي شيء غير ورق الأسجار لإظهار المساحات الزراعية في المدينة في المستقبل القريب لن نرصد تواصل الأشخاص مع بعضهم بل سنرصد الأشياء التي تتواصل مع الأشياء هذا ما نسميه انترنت الأشياء المستقبلي على سبيل المثال أضواء الشوارع تتواصل مع السيارات والسيارات تتواصل مع إشارات المرور والأرصفة هذه البيانات تعد مجهولة المصدر ولكنها ستجعل المدن أفضل الباحثون أكدوا أن هذا المنهاج يعتمد على مجموعات البيانات الأخرى ويمكن العمل على بنية تحتية في الأماكن العامة وتطوير أماكن المدن في هذه البيانات التي باتت مثيرة للجدل مع مخاوف راهنة بشأن تجميع الشركات الكبرى للبيانات الشخصية وطرق استخدامها وهو ما شدد عليه الباحثون أنهم يؤكدون حماية الخصوصية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر